طمطوم طمطوم دائماً في حقل الطماطم حقل أبي وليد معتارد على كل ما حوله وغير سعيد سأله رفاقه الطماطم عن سبب هذا الحزن والتعب صاح فيهم غريب أنكم لا تعرفون السبب ألا ترون أن حجمنا في هذا الحقل صغير بينما حجم الطماطم في الحقل المجاور كبير بالأمس سمعت حبتي طماطم في الحقل المجاور تسخران منا تضحكان لصغر حجمنا وتتكلمان بالسوء عنا قال يقضان وهو حبة طماطم حكيمة يا طمطوم أتمنى أن لا تشعر بالإهانة وأنك مظلوم جميع المزرعات في هذا الحقل سعيدة لأنها تعيش في جو نظيف كله نقاء إن صاحب حقلنا أبا وليد يعتمد طريقة الزراعة المستدامة فهو رجل ذكي يريد لحقله ومزروعاته السلامة لذلك تراه يبتعد عن استعمال الأسمدة والمبيتات الكيموية ليحافظ على جودة التربة ويقدم للناس مزروعات صحية طريقته تحافظ على البيئة على المدى الطويل وتخلق تناغما بين الكائنات بشكل جميل صحيح أن الطماطم في حقل أبي فريد المجاور كبيرة الحجم لكنها في الحقيقة ذات فائدة غذائية أقل وسيئة الطعم لم يكتر الطمطوم لكلام الحكيم يقضان وبدأ أن إقناعه مسألة ليست بالإمكان رفع رأسه وقال أريد أن أصبح حبة طماطم كبيرة لذلك سأنفصل عنكم وأذهب إلى الحقل المجاور عند الطهيرة مضى طمطوم مبتهجا إلى حقل أبي فريد مرددا في فخر هذا مكان رائع الجديد كان أبو فريد يرش حقله بالمبيتات ويستعمل الأسمدة الكيماوية هذا ما جعل طمطوم ينمو سريعا مثل الطماطم البقية أبو فريد همه المال فلا يكترث لمساوئ تلك العملية وما لها من تأثير على التربة والمياه الجوفية ومبيداته تقضي على الحشرات الضارة للنبات والنافعة على حد سواء وتخل بالتوازن البيئي إذ تموت بعض الكائنات لأنها لا تجد الغذاء بعد فترة من الزمن ناضجت الثمار وجاء لشراء الطماطم ناضجت التجار لم يهتموا بالطماطم من حقل أبي فريد الكبيرة لأنها سببت العام الماضي مشكلة خطيرة حيث تأدى نتيجة أكلها عدد من الناس وأصبحت حسب المعايير الصحية مرفوضة بالقياس كان تمطوم مع بقية الطماطم يشعر بالخطر لأنه يتعرض للتلف دون تقديم نفع للبشر بينما أقبل التجار على حقل أبي وليد لشراء أصدقائه القدامى لجودة زراعتهم وطعمهم الفريد أطرق رأسه ندمه لو أنه كان للنصيحة سامعا لأصبح مثل بقية رفاقه القدامى غذاء للناس نافعا طائرة كارم نظر سامر إلى أخيه كارم وصر كثيرا لأنه نائم تبسم وقال إنها فرصة ناذرة سأخذ خلصة من صندوقه الطائرة وألعب وأتسلى بها في الحديقة وبجهاز التحكم ستحلق بأفضل طريقة خرج سامر إلى حديقة المنزل وأخذ يوجه الطائرة فرحا فهي تروح وتقبل لكنها أثناء الطيران استضمت بشجرة كبيرة وسقطت وتعطلت يا لها من مشكلة خطيرة ماذا سيفعل سامر إذا استيقظ أخوه ورأها معطلة حقا لقد تسبب لنفسه بمشكلة فكر كثيرا ثم قرر أن يحاول الإصلاح فلعل العطل بسيط فيحقق النجاح لفك الطائرة أحضر عددا من الأدوات لكنه فشل في إيجاد العطل وبدأ يصدر الآهات ماذا يفعل؟ قرر اللجوء إلى الحاسوب عله في شبكة الإنترنت يجد المطلوب وأثناء بحثه عن طريقة عمل الطائرات وتاريخها الفريد اكتسب معلومات مثيرة وكل جديد عرف أن أول رحلة ناجحة للطيران كانت باستعمال المنطط وأن الرصام دافينشي وضع تصميما للطائرة لكنه لم يحقق ما أراد وأن الأخوين رايت كان أول من صنع طائرة ببراعة فقد استطاعت تحليق بها لأكثر من ساعة لكن رغم المعلومات المفيدة لم يعرف العطل بالذات وتذكر عمه جمالا الذي يملك ورشة لتصليح السيارات حمل طائرته في حقيبته وانطلق إلى ورشة العم جمال فسر العم لرؤيته واستمع إلى روايته في الحال تبس ما قال إنني معجب بمحاولتك الباهرة سأساعدك وأعلمك كيف يكون إصلاح الطائرة بعد فحص من العم جمال للطائرة وإضاح اكتشف عطلا وانحناء في الجناح قال العم إن للطائرة جناحين اثنين والمقطع العرضي للجناح يشبه شكل حاجب العين تزيد السرعة فوق الجناح بينما يقل ضغط الهواء وتقل السرعة أسفل الجناح بينما يزيد ضغط الهواء ومن هذا الاختلاف تنشأ قوة رفع للأعلى فتطير الطائرة يا سامر بالطريقة الصحيحة المتلى أصلحت الطائرة وحلقت من جديد قفز سامر وقبل عمه قائلا أنا سعيد أنا سعيد ضحك العم وقال يا سامر عدني أنك من الآن لن تأخذ شيئا لا يخصك إلا بعد استئذان ببغاء لا يطير حلقت الطيور الملونة بسعادة أعلى الأشجار بينما مشى كاكابو وحيدا قرب أحد الأنهار كانت عين كاكابو تدمعان عندما يرى صديقيه زيكا وشيكا يطيران مع الأصدقاء بينما لا يستطيع أن يحلق مثلهما في الهواء وفي يوم قال كاكابو يجب أن أتعلم الطيران أريد أن أمرح كما يفعل الجيران تسلق كاكابو تلة من الطمي وقال لنفسه افرد الجناحين استعد للطيران هط ثم قفز تراخ وقع كاكابو في الطمي على منقاره وظل ينظف ريشه ما تبقى من نعاره قال كاكابو لا بأس سأكرر المحاولة فليس بين الأمل واليأس مفاضلة ثم استعان بصديقته الضفدعة البالونية وصعد معا إلى أعلى السخور البركانية انتفقت الضفدعة بالهواء وتعلق كاكابو بأطرافها ليطير معا في الفضاء قفزت فحلق قليلا ثم استدم بأشجار الكرز تراخ سقط فارتطم بالأرض قرر زيكا وشيكا أن يتدخل لمساعدة كاكابو بفكرة جديدة فجاء بغصن شجرة بينهما وجعل طرفيه الغصن في منقاريهما تشبت كاكابو بوسط الغصن وطار يحلقان به وظل يرتفعان حتى وصل كاكابو معهما إلى أعلى الأغصان ثم فجأة انكسر الغصن وسقط كاكابو على منحدر الشلال الذي يتدفق بين الجبال فزع كاكابو أول الأمر ولكنه شعر لأول مرة أنه حر فرد جناحيه كأنه يحلق في الفضاء حتى وصل إلى صفحة الماء عند ضفة النار لحق به صديقاه فوجداه يمرح فقرر أن يشاركاه ومن يومها صار كاكابو يلعب عند الشلال مع الأصدقاء أن يداعب جناحاه رذاذ الماء شعور يضاهي في روحته مصافحة السماء ليلى والذئب في قديم السمان كان هناك فتاة صغيرة تدعى ليلى أهدتها جدتها رداء أحمر اللون وكانت دائماً ترتديه حتى هرفت بذات الرداء الأحمر وفي يوم من الأيام طلبت منها أمها أن توصل طعاماً إلى جدتها والتي كانت تسكن قرب الغابة وأوسطها بعدم التكلم مع الغرباء في طريقها صادفت ذئباً ضخماً أراد أن يلتهمها فحاول المكر بها قائلاً هل تلعبين معي يا حلوة؟ فأجابت ليلى لا يمكنني ذلك يا سيدي فأنا على عجلة من أمري أحمل طعاماً إلى جدتي وأريدها أن تأكل منه قبل أن يبرد فسألها الذئب وأين تسكن جدتك؟ فدلته ليلى بكل براءة على بيت جدتها ثم تابعت طريقها أسرع الذئب وسلك طريقاً مختصرة نحو بيت الجدة حاول أن يأكلها لكنها احتمت في غرفة فلم يقدر عليها فتنكر الذئب وارتدى ثياب الجدة ثم نام في فراشها ولما وصلت ليلى إلى بيت جدتها ترقت الباب فأذن لها بالدخول أدخلي يا حبيبتي فأنا مستلقية في فراشي لأنني مريضة فدخلت ليلى لتطمئن على صحة جدتها ثم سألتها لماذا أصبحت أذناك كبيرتين؟ فأجاب الدئب حتى أتمكن من سماعك جيدة ولماذا أصبحت عيناك كبيرتين؟ حتى أتمكن من رؤيتك جيدة ولماذا أصبح أنفك كبيرا؟ حتى أتمكن من شم عطرك جيدة ولماذا أصبح فمك كبيرا؟ فقفز الذئب من السرير ليفترسها قائلا حتى أتمكن من أكلك يا حلوى فصاحت ليلة مستغيثة النجدة ساعدوني هناك ذئب يريد افتراسي ومن حسن حظها كان هناك صياد مار قرب البيت أسرع لنجدتها وأشبع الذئب ضربا حتى لاذب الفرار وهكذا نجت ليلى وجدتها من الذئب الشرير وتعلمت أن لا تكلم الغرباء أبدا النملة الكريمة والنملة البخيلة قالت الأم النملة لأبنائها هيا إلى الداخل يا أبنائي فإن المطر شديد في الحارج والهواء شديد البرودة فصاح أحد الأولاد النجدة النجدة أكاد أغرق قالت الأم احذروا يا أبنائي حتى لا يجرفكم الماء وتشبتوا في الجدران بقوة يا إلهي لقد جرف الماء كل ما كان لدينا من الحبوب ولم يبق لنا أي شيء قالت النملة الصغيرة إنني جائعة يا أمي أين الطعام وقالت أختها أنا أيضا جائعة أريد طعاما فقالت الأم سأخرج لأبحث لكم عن طعام يا إلهي لا يمكنني العثور على أي طعام في هذا الجو سأعود إلى الجحر ثانية وعندما يهدأ المطر سوف أخرج من جديد ورجعت الأم وسألها أحد صغارها هل أحضرت الطعام يا أمي؟ أين الطعام يا أمي؟ قالت الأم في نفسها أولادي جائعون وليس لدينا أي طعام ماذا أفعل يا ربي؟ ماذا أفعل؟ آه لدي فكرة سأذهب إلى جارتنا فربما أجد لديها بعض الطعام الأولادي لا زالت السماء تنطر أرجو أن لا أتسبب في مضايقتهم بحضوري في هذا الوقت ولكن ماذا أفعل؟ والصغار ليس لديهم أي طعام وطرقت الباب على جارتها وكانت تكلم صغارها وتقول لهم هذه الحبوب سوف تكفينا لعدة أيام حتى يتوقف المطر وتشرق الشمس فتحت لها الجارة وسألتها هل أجد لديك بعض الحبوب يا جارة العزيزة؟ أولادي يبكون من الجوع وليس لدينا أي طعام ردت عليها ها أنت تعلمين يا عزيزتي أن الشتاء والمطر منعنا من الخروج للبحث عن الحبوب وقد نفذ ما لدينا من الحبوب حزنت الأم النملة وقالت ماذا أفعل الآن يا ربي؟ ساعدني يا ربي وعندما رجعت فرح صغارها أمي أمي جاءت ولكن أين الطعام يا أمي؟ هضرا يا أبنائي فإنني لم أتمكن من إحضار أي طعام أنا جائعة جدا يا أمي وأنا أيضا يا أمي أنا جائعة صبرا يا أبنائي يتبقف المطر وتشرق الشمس وسأبحث لكم عن الطعام الحمد لله الحمد لله لقد انقضع المطر وأشرقت الشمس من جديد الحمد لله هذه الحبوب سوف تكفينا لعدة أيام حتى نخزن المزيد من الحبوب بعد أن يتحسن الجو هيا يا أبنائي هيا لنحمل هذه الحبوب إلى البيت هيا قال أحد الصغار لم أعد أقوى على السير فقالت لهم لقد أوشكنا على الانتهاء يا أبنائي وبعدما أكل الصغار قالت لهم هيا يا أبنائي إلى النوم فقد تعبتم كثيرا أما الجارة البخيلة فقال لها أحد صغارها إنني جائعة يا أمي ردت عليها لم تعود أي حبوب يا صغيرتي سأذهب إلى جارتنا النملة الطيبة لأطلب منها بعض الطعام فقالت لها يا جارة العزيزة أولادي يبكون من الجوع وليس عندنا أي حبوب ردت النملة الكريمة الطيبة لا تحمل همّا يا صديقتي سأقتسم ما لدينا من طعام بيننا وبينك وسأحمل أنا وأبناء الحبوب إلى صغارك حالا فصعقت النملة البخيلة من فعل الجارة الطيبة وقالت في خجل شديد أشكركم أشكركم جميعا فقد تعلمت منكم درسا في الكرمي لن أنساه أبدا ترجمة نانسي قنقر